شاباني بقى كتير مش تفتوش عطوات كده اللي بتابتنا الشيرينج مظبوط؟ جميل اه تمام دراك في البداية يعني مش عارف فتعلا احنا نقدر نامي بأم يونت لحد من زملائنا لو حد يقدر يقول لنا هو شايف ايه في الاكس تري داية في حد من زملاء ان المشاركين يحب يقول لنا رحمة الشيخ ممكن نعمل ام يوت لحد من زملاء لو حد حابب ما هو يشارك لو حد حابب يريز هاند ما حردك افندم لو حد عمل ريز هاند هعمل ام يوت طيب احنا مفيش حد دلوقتي يا دكتور احمد الشيخ مفيش حد عمل ريز هاند مظبوط؟ لا مظيف طيب خلاص احنا احنا هنقول ده بلين اكس راي انترو بستيرو ريو وزي ما احنا شايفين هنا في لوس باضيع وبون اوسيكل عند التب بتاعت اللاتر الماريوليس والملفت للنظر هو التيلر تيلت طبعا يعني المنظر دوت احنا هنشوفه كتير فحالات الانكل انستابلتي اللاتر الانكل انستابلتي تحديدا فخلينا نخلينا فاكريين بس شكل الاكس راي ديت عشان نرجع عليها ان شاء الله بعد شوية الرابط النقر الطاني النهاردة ان احنا باذن الله هنقدر ندل للانكل STABLIZER ونعمل الـ identification لـ types of ankle instability ونقدر نعمل description لـ diagnostic criteria for each type ونعمل outline لـ modelitors of treatment لكل نوع من الـ ankle instability في البداية احنا محتاجين نعرّف يعني يعني ايه هي الـ ankle instability هو الحقيقة الـ ankle instability by definition is a chronic condition في احنا محتاجين نحط تحت كلمة chronic ديت كذا خط لأن مش كل عيان هيكون عنده ankle sprain أو ankle injury acute أو chronic ankle instability فإحنا بنعرف الخرونيك أو ankle instability انها chronic condition where the static and dynamic stabilizers no longer function to stabilize the ankle joint ويعني انا حابب ان احنا نبدأ بالفيديو البسيط دوت لأنه بيبين لنا clinically هو ايه الـ ankle instability ده واحد من الـ ankle instability tests اسمه anterior drawer test وزي ما احنا شايفين بيحصل قدية translation للـ talus under the mortis دي اسمها suction sign ودي معناها ان الـ anterior talofibrary ligament is toned وده طبعا نفس الـ test under x-ray نشوف ادي translation أو even subluxation للـ talus under the mortis دوت التست التاني stress boris test وده بيحصل Taylor Tilt medially ودوت بيكون معناه ان في tear في الكالكينيوفيبلر لجمعات وده نفس المنظر او نفس التست تحت الـ image نشوف ادي ايه كمية Taylor Tilt طيب ايه انواع الـ ankle instability الحقيقة فيه نوعين مهمين احنا محتاجين ان احنا دايما ان بفاكرينهم functional instability و mechanical instability دولة الـ main classification للـ ankle instability وهم ماشيين معنا في كل الانواع بتاعت ankle instability سواء كانت lateral أو medial كل lateral ممكن يكون functional أو mechanical وكل medial instability ممكن يكون functional أو mechanical instability طيب ايه فرق بينهم؟ الحقيقة الـ functional هو المست common type دوت اللي احنا عادة بنقابله اكتر من الميكانيكال لكن هو subjective يعني ايه subjective يعني حاجة انا ما بقدرش كجراح ان انا عملها detection clinically هو العيان هو اللي بيوصفها دايما بيوصف ان هو دايما يكون عنده sensation of giving way و recurrent sprains وبين لكن انا ما اقدرش اشوف radiological evidence أو clinical evidence على instability للـ patient بيشتكي منها طيب ايه اسبابها؟ اسبابها كلها تدور في الفلك دوت اول سبب الـ proprioceptive deficit باقتصاب الـ proprioception عبارة عن ان الـ proprioceptors بتخلي الـ higher centers تقدر تعمل detection position بتاع الـ ankle joint ففي حالة deficiency في الـ proprioception بيكون الـ higher centers مش قادرة انها تـ detect الـ position بتاع الـ ankle فبالتالي العيان سهل جدا ان يخشف inversion injury وهو machine السبب الثاني لما يكون فيه pronial muscle weakness لان ببساطة خالص الـ pronial muscles هم الـ main dynamic stabilizer زي الـ ankle فبالتالي لما يكون فيه weakness هيكون فيه دايما نوع من الـ instability للـ muscles السبب الثالث لما يكون الـ patient عنده already increased ligamentous flex طيب الـ mechanical type هو عكسه بيكون objective أنا دايما بيكون عندي فيه clinical evidence أو radiological evidence على الـ instability لحاجة أنا بيشوفها فعلا إزاي؟ إنه لانا عملت الـ patient مثلا stress radiographs زي اللي احنا شفناها في السلايد الاولانية اللي كانت على الـ ankle هلاقي فيها Taylor-Tilt فدوت عن عندي radiological evidence على الـ instability أو إنه لما أعمل الـ patient examination زي مثلا anterior draw test اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات بيحصل فعلا anterior translation للـ telos بذات معناه إنه فيه فعلا mechanical destruction وإزا الفرق بين functional و mechanical فرق زي ما احنا شايفينه واضح لحد كبير إن الـ mechanical دي حاجة أنا أقدر أعمل لها detection في evidence سواء clinical أو radiological في حين الـ functional دي حاجة أنا مش تقدر أعمل لها evidence سواء clinical أو radiological فاضل كلمة بسيطة خالص إنه أحيانا الـ patient بيكون presented by functional و mechanical instability مش لازم يكون mechanical بس أو functional ودوت هنشوف الـ impact بتاعه بعدين في الـ lines of pain طيب الـ anatomical types احنا عندنا ثلاثة من types للـ ankle instability هو الواحد lateral instability where the lateral legions are torn الـ median instability where the medial or the lateral legions are torn وفي syndesmotic instability where there is chronic syndesmotic disruption احنا هنبدأ نتكلم على كل type منهم بإيجاز حس إن احنا نقدر نوصل للمعمل إزاي diagnosis ونقدر نحنا نعرض الـ main items of treatment لكل type منهم نبدأ الأول بالـ anatomy يعني back to basic شوية دوت frontal section في الـ ankle joint وبيبايل لنا قد إيجة الـ congruency اللي موجودة ما بين الـ tibial platform وما بين الـ article surface وما بين الـ medial meriolus والـ lateral meriolus والحقيقة الـ boni congruency ديت هي أهم فاكتور في الـ stability بتاعت الـ ankle joint لو احنا فاكرين زناهم يكون لما نتعلم أن syndesmotic disruption لما يكون معه أو الـ ankle injury بيوجه عام لما يكون معه 1 ميلي Taylor shift بيؤدي إلى الـ decrease في الـ contact area في الـ ankle joint up to 42% ودهو بيبين قد إيه إن الـ congruency ديت مهمة جدا في الـ stability بتاعت الـ ankle joint دوت view بيوضح لنا الـ lateral ankle ligaments هما بيكونوا من الـ anterior talofabular ligament posterior talofabular ligament و chalcineofabular ligament نفس الـ view هنا الـ anterior talofabular ligament والـ chalcineofabular ligament الـ anterior talofabular ligament عادةً بيكون 2 bundles سوري او بيكون 1 bundles في بعض الأحيان بيكون 2 bundles ودوت الـ chalcineofabular الـ anterior talofabular ligament بيمنع anterior translation وبيمنع الـ Taylor-Tilt-Planter flexed ankle في حين أن الـ chalcineofabular ligament بيعمل الـ limitation للـ Taylor-Tilt في الدورسي flexed angle منه طيب الـ epidemiology بتاع lateral ankle instability هو حوالي 20% من العينين اللي بيكون عندهم acute ligamentis lateral ligamentis destruction بيكون بيديبلوب بعد كده lateral ankle instability وديت طبعاً نسبة مش قليلة الحقيقة طيب الـ Diagnose يكون ازاي؟ الـ patient عادةً بييجي بيشتكي من بيشتكي من الحقيقة بيشتكي من الحقيقة والثلاثة الأولينيين هلت الحقيقة هما هنلاقيهم السببتين في كل العينين لو لقيتهم هما بس دوت معناه ان الـ patient غالباً عنده functional instability مش mechanical instability لكن لو لقيت بيشتكي من الحقيقة بيشتكي من الحقيقة بيشتكي من الحقيقة النقطة الأخيرة ان مش كل عيان عنده lateral tenderness وhistory current spans or sensation of giving way هو pure lateral ankle instability يعني فيه other causes من tenderness ممكن يكون فيه osteocondral legion ممكن يكون فيه عندي ترونيال tenderness خصوصاً في غياد الإفدنس of mechanical instability هنقرض الفيديو الثاني اللي احنا عرضناه في الأول بسرعة عشان نفتكر بعد ما تكلمنا على التست دوتى الـ anterior drawer test اللي نشخص به tear of anterior telofibrary ligament ودي اسمها suction sign بيباين لنا anterior translation of telus under the telial pluffling وده الشكل بتاع التست under image ده التست الثاني stress virus test اللي بنشخص به التير في calcanofibrary ligament وده نفس الشكل under image ببقى لنا انتهيه بيحصل الـ Taylor Tilt بيكون significant طيب الـ Diagnosis الـ Radiological Diagnosis عادةً بيكون الـ Plane X-ray ممكن طبعاً يكون فيه رؤل للـ MRI الـ Stress Views هنا دوتى الـ Anterior Drawer Test دوتى الـ Normal Site إذا ما شايفين الـ Concurrency الـ Taylor Head We الـ Taylor Pluffin وهنا الـ Post Anterior Drawer Test نشوف هنا الـ Anterior Translation الـ Taylor Body Under الـ Pluffin ودوت الـ Stress Virus Test دوتى الـ Normal Site وهنا شايفين طبعاً الـ Abnormal Excess Tailor Tilt طيب الـ Treatment لازم ابدأ الـ Concurrency لأن زي ما احنا قلنا فيه حالات كتير جداً بتكون functional instability وفيه حالات بتكون mixed type فلازم ابدأ الـ Concurrency of Treatment اللي هو بيكون عبارة عن Proper-Ceptive Training علشان أقدر أعمل Restoration وبعمل كمان للمسلس عشان أعمل Regaining للpower بتاع الـ Ministabilizer والحقيقة النتائج بتاعته بتاعت الـ Concurrency of Treatment بتكون ده بست فحالات functional instability أكتر من mechanical instability وده شيء مفهوم لأن ما دام فيه تورن اللي جننتي بقى أنا محتاج بعد الـ Physiotherapy ان أنا أعمل Surgical Intervention ولو أن أكتر من 50% من العيانين بيحصل لهم بعد 12 اسبوع من بداية treatment وتاعت نسبة طبعاً مش قريباً طيب مين اللي هعمله Surgical Treatment؟ إيه الإنديكيشن بتاعتي؟ أول حاجة Active Young Middle Age أول ما يكون فيه failure للـ Well Designed Rehabilitation Program وكلمة Well Designed Rehabilitation Program دي مهمة جداً لأن مش كل عيان راح يعمل Physiotherapy هو عيان اتعمله Rehabilitation Program للـ Anchor انستبيلاتي فيه ناس للأسف بتروح تعمل بس بس لا بيعمل Strengthening ولا بيعمل ففي الحالة دي بيكون العيان فعلاً ما عملش treatment فلازم يكون قبل ما حكم من هون response أكون متأكد ان العيان فعلاً عمل الـ Rehabilitation Program أو لما يكون عندي Postal Anterior Drawer أكتر من واحد سنتي أو لو فيه Taylor Tilt أكتر من ١١١٩ طيب إمتى ما عملش Contraindication Tilt-Surgical Treatment لما يكونش عندي Evidence للـ Lateral Instability مافيش عندي Postal Anterior Drawer Test مافيش عندي Postal Virus Test مافيش عندي Postal Stress Views زي ما عنا شفناها في الـ X-rays الأديم اللي احنا شفناها في الأولى الـ Presentation أو يكون فيه عندي Other Causes In-stability زي أن يكون فيه مثلاً عيان عنده Osteocondral Lesion أو يكون عيان عنده Lose Body في الأنكل أو يكون عيان وريدي عنده Neuro Muscular Disorder أو في حالة أن يكون Old Patient Wasted Entry Life في الحالة دية هو مش يستفيد من الـ Intervention أو الـ Rehabilitation طيب السurgical Treatment في منه أو Two Groups Main Groups النوع الأولاني هو الـ Anatomical Repair والنوع الثاني أنه الـ Anatomical Teno Desis بيّن طبعاً من الاسم ندوة الـ Anatomic وأنه الـ Anatomic وأنه الـ Anatomic بيعتمد على أنه بعمل بالـ Stabilizer مع محافظة على الـ Anatomy يعني بظهر على الـ وبحاول أن أنا أكون عندهم وأنا بعمل وأنه بعمل وبعمل الـ أنه الـ Anatomic أنا بعمل لكن ما بهتمش أول بالـ ولا بالـ الـ Anatomy والـ طيب يعني أعمل أنه واحد فين أعمل الـ Anatomic أو الـ الـ Anatomic الحقيقة هو حالياً بقى بتراجح كافة الـ Anatomic ريبير وفيه جملة ظريفة مذكورة في الـ الـ أخذنا خمسين سنة عشان نقدر نحن نكون Scientific Evidence يشاكك في النتائج بذات الـ Non-Anatomic Procedures أخذنا خمسين سنة عشان نقدر نحن نكون Scientific Evidence يشاكك في النتائج بذات الـ Non-Anatomic Procedures في علاج الـ Lateral Ankle الـ الـ Procedure باختصار هو زي ما إحنا شايفين الـ الـ Anterior Telefibular Legament ودوّت الـ Calcanio Fibular Legament ودوّت الـ Extensor Inferior Extensor Retaining زي ما إحنا شايفين الـ Both Legaments Lags دوّت معناه إن فيه Unstability باختصار أنا بعمل Strengthening بعمل restoration للتنشن بتاع الـ Two Legaments عن طريق الـ Implication بخيطهم بطريقة Pense Over List وبعد كده بعمل لهم Reinforcement بـ Extensor Retaining لكلم زي ما إحنا شايفين دوّت Rebirth أو الـ Implication اللي إحنا عملناه لـ Both Legaments الـ Anterior Telefibular والـ Calcanio Fibular Legament وبعد كده بعمل لهم بـ Enforcement بـ Inferior Extensor Retina Clown بداية الحالة أو الـ X-Ray اللي حطناها في أول Procedure زي ما إحنا شايفين هنفتكر تانيها كانت العيان عنده 24 سنة ويشتكي من lateral ankle pain recurrent sprains ووداية كان شكل stress view بتاعه زي ما إحنا شايفين طبعاً في Postal Taylor Thin العيان دوات اتعمله Physiotherapy Rehabilitation Droneal Tendon Strengthening Droneal Muscle Strengthening و Tropioceptive Streaming واتحسن لكن بـ من نفس المشاكل اللي عنده مش عارف ممكن نسأل سؤال لو حد النزوم اللي يحب يشارك معنا ضربه النوع اللي هنا functional ولا mechanical دكتور رحمد الشيخ لو في حد رافع يده ممكن يشارك معنا دكتور رحمد لو في اي حد ريزنج هاند انا مش شايف حد ريزنج هاند عبدالنعم شاهز يا باشر والله يمركز ناشى يا محمد شكراً يا عبدالنعم تمام هو مامدندهم سوقتي كافي يمكن حد يفكر يعني نعم دكتور رحمد بيقول لها دكتور رحمد رامي يعني عايزين انوف تايم لو حد يحب يفكر فيها ويريزنج هاند اوكي انا معنيش مشكلة حاضر نقول تانية هو دوت مال بيشن عنده 24 سنة كان بيشتكي من انكل سبينس وعنده لاترال انكل بين ودوت كان شكل زي ما انا شايفين فيه تيلر 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 با احنا عايزين نسأل سؤال ده فانكشنال انستابلتي ولا لات ولا ميكانيكال انستابلتي ممكن نرجع تاني للسلايد اللي كنا اردمها ديت الفارق بين الفانكشنال والميكانيكال انستابلتي ده ما هشايفين الميكانيكال انستابلتي لازم يكون فيه افديس عندي او راديولوجيكال دكتور ايميل عوض بيقول ان هاي دي ميكانيكال يا دكتور احمد بيه تمام شكرا دكتور ايميل شكرا دكتور محمد يا فعلا دي ميكانيكال انستابلتي طبعا لان انا عندي افديس زي ما احنا شوفنا ان فدوت معنا ديت ميكانيكال انستابلتي انستابلتي احنا قلنا طبعا ان هو عامل ريهابيليتيشن لكنه ما تحسنش فنكمل ولا نعمل شفت للسيرجيكال تريتمنت في حد النظام اللي يحبي يقول دكتور ايميل عوض برضو بيقول سيرجيكال تمام طيب حسن احرضك معنا دكتور ايميل تحب تعمله ايه تحب تعمله اناتوميكال ريبير ولا انا اناتوميكال تينو ديزيز ودكتور احمد الامام برضو بيقول سيرجيكال تمام دكتور احمد برضو تحب تعمل اناتوميكال ولا اناتوميكال دكتور ايميل بيقول اناتوميكال تمام ودكتور احمد دكتور احمد بيقول اناتوميكال برضو ممتاز كويس جدا وده فعلا اللي اتعمل زي ما احنا قلنا لان هو الافدنس كله دلوقتي مع الاناتوميكال ريبير اللي هو البروشتر ميقول بروسيديور وده اللي تعمل فعلاً ديت الانفيريور إكسنسور رتناكلاً بتعملها إيزوليشن وديت الكالكينيو فيبرار لجمانتو بعد ما تعمله أو بتعمله ريبير وده الفاينال بيكتشور لما تعمل ريينفورسمنت بالانفيريور إكسنسور رتناكلاً فكده أتمنى تكون المسج وصلت في حالات اللاترى الانجلنستابيليتي ويبقى كده احنا تقريباً خلصنا أول نواة من الانستابيليتي نعمل شفت للميديال انستابيليتي باكتو بيزيكس برضو الدلتويد لجمانتو ليرز سوبرفيشيال لير وديب لير السوبرفيشيال لير هي تيبيو ناديكلر لجمانت تيبيو سفرينج لجمانت تيبيو كالكينيال لجمانت ديب سوري سوبرفيشيال كوستيريور تيبيو تيلر لجمانت معلش يا الأسماء يعني بتلخضت شوية لكن يعني لو مشينا فيها الحالة سنلايها سهلة تيبيو ناديكلر، تيبيو سبرينج، تيبيو كالكينيال، تيبيو تيلر، بوستيريور وده طبعاً الـ TBIOA-S-PUS-TENDON معمولة الـ Reflection عشان نقدر نشوف الـ DELTOIAL Ligament وده Spring Ligament مهم ان احنا نقول هنا ان Spring Ligament بعتبر من الـ Medial Ankyl Stabilizers لان هو من خلال الـ TBIO Spring Ligament فلو حصل له disruption دوت هيدخل الـ Patient في Medial Ankyl Instability الـ Deep Ligament أو الـ Deep Lair هي عبارة عن Deep Anterior TBIO-Tailor Ligament و Deep Posterior TBIO-Tailor Ligament طيب الـ Epidemiology بتاع الـ Medial Ankyl Instability في الحقيقة فيه very few reports لكن فيه study ظريفة كانت معمولة وكان فيها هنترمن عمل الـ Arthroscope حوالي 148 Ankyl وفيهم Chronic Ankyl Instability واكتشف ان فيهم 40% منهم كمعهم DELTOIAL Ligens ودي نسبة طبعا مش قليلة خالص لكن هو اللي مثبت فعلا ان الـ Isolated DELTOIAL Ligament ده rare جداً وعادةً بيكون associated with other injuries طيب الـ Diagnosis بتاعه برضو مش هيختلف كتير عن الـ Ankyl Ankyl Instability العيان هيجي برضو بـ Ankyl Anjury مع Medial Side Pain مع Giving Way وأحياناً بيكون الـ Patient عنده Fixed Bulgous Heal أو Flat Foot ودي برضو حاجة تكون في الحسبان ونحن بنعمل الـ Exxamination العيان Ankyl Instability أو Medial Ankyl Instability إنه هو مش دائماً بيكون Traumatic Rift هو ممكن يكون العيان عادي خالص كل مشكلته إنه هو عنده Flat Foot و- Excess أو Severe Fixed Bulgous Heal ودهو طبعاً بيعمل Tension و Stretchening في الـ Medial Stabilizers إلي منهم الـ Edeltoid Ligament فيدخل عيان في الـ Late Stages في الـ Medial Ankyl Instability الـ Stress Use طبعاً بتشخص زي ما احنا شايفين دهو تقدقيه الـ Tailor Tilt ودهو عادياً منك في الـ Medial Giant Space طب التريتمنت بتاعنا برضو ما بيختلفش كتير احنا إما الـ Conservative إما الـ Conservative والـ Entry Immobilization والـ Physiotherapy والـ Muscle Strengthening فإذا حصل الـ Improvement ولا نقول إذا ما حصلش Improvement فبنقدر نحن نحن نلجأ للـ Surgical والـ Surgical Treatment ويعتمد على الحالة بتاعة الـ Remnants بتاعة الـ Deltoid Ligament لو هي جد الـ Legan tissue انا ممكن اعمل Direct Implication على طول زي ما عملت في الـ Forstown Rule أما لو كانت الـ Remnants بتاعة الـ Legan before في الحالة تيت انا محتاج انا لعمل Reconstruction with Free Graph زي مثلا Plantar أو المستنون التالي ما ننساش ان عينين الـ Medial Angle لانسبالتي زي ما لسا عائلين في السلايد اللي فاتت ممكن يكون عندهم Fixed Vulgous Heal Deformity وفي الحالة تيت انا لازم اصلح الـ Vulgous Heal من خلال Medial Displacement لانا لو عملت Reconstruction أو أي نوع من الـ الـ Medial Legan أو الـ Deltoid Legan وما صلحتش الـ Vulgous Heal فهنا ما صلحتش الـ Primary Cause اللي عامل المشكلة كلها فالعيان ما يبدأ يتحرك ويبدأ يعمل Weight Bearing هيحصل تاني Failure للـ Treatment أو الـ Reconstruction اللي أنا عملته طيب، هل هناك إفدنس يقول الـ Conservative نتائجه أحسن أو الـ Surgical نتائجه أحسن؟ الحقيقة لا فيه deficiency واضح في الـ Literature في الـ Level 1 و Level 2 وما فيش Long Term Study على Chronic Medial Instability Treatment Either Surgical أو Non-Surgical في الـ Athletes لكن دوت اللي موثبت حاليا في الـ Literature ان انا لازم بدأ الـ Conservative في البداية لو ما كانش فيه improvement بعمل Surgical Treatment زي ما قلنا as a Direct Implication أو Reconstruction of Surgical Graph plus or minus بالغسيل medial displacement calcaneal australium وكذا نكون خلصنا المedial instability منطقة دلوقتي للـ Synthesmotic Instability وهي آخر نوع By definition Synthesmotic instability عبارة عن persistent widening of distal fibular joint أكثر من التالة تشاهر زي ما احنا شايفين هنا في الـ X-ray هنفتكي مع بعض بصرعة السynthesmotic ligaments دوت أنترولاترال دو ودوت posterior دو السynthesmotic ligaments يكون anterior inferior tibiofibular ligament والposterior inferior tibiofibular ligament قدامه وفوقه شوية ومش باهم للأسف في الصورة هنا transverse tibiofibular ligament وبعد كده الاخير inter osseous ligaments and membrane الـ Diagnosis بتاعنا برضه مش مختلف كتير برضه history of ankle injury عادةً يكون أكثر من ثلاث شهور كل عام بيجي بشلكي من giving way و difficult token على وفيه stiffness especially في dorsiflexion لأن ده position اللي بيحصل في winding في syndesmotic joint عشان يستوعب wide anterior part of the talus وبيكون في bend for external rotation test هنا احنا بنحط knee flexion 90 درجة ونبدأ نعمل external rotation للفت هيحس الpatient ودوت التست اللي ممكن نحن نضم نضم عليه في الdiagnosis التاع التست التاني التست التاني التست ما هوش dependent أوي في chronic instability ونضم عليه أكثر في الأكس ريس طبعاً زي ما احنا كلنا عارفينها الانترى واللاترال والمورتس جيلو مش هنضيع وقت فيهم كتير هنذكرهم بسرعة التبعو التبعو فيبولار والسوبرير في والتلو والانجل عشان نشوف هلكي في وبشوف كمان التبعو فيبولار والميديا الكلير الحياة اللي هنتكلم عنه شوية هو رول تال ديت كانت معمولة سنة 2013 وكانت معمولة على ميت سي تي أنكل وكان الهدف منها ان هم الآثورز عايزين يشوفوا برامي تارز معينة مقدر نحن نقيس عليها أو نقيس البرامتر ذات عشان مقدر نحدد هل فيه فعلا سينتزموتك انستابيليتي ولا لا ديت كانت شكل الريسولتز بتاعتها في الجدول هم تعمل لها ثلاثة جروب وكانت كل الريسولتز تقريبا كمبارا كل احنا ناخد جروب واحد وهنبدأ نتكلم عنها هم اخدوا ثلاث حاجات يقسوها علشان يحددوا هل فيه سينتزموتك انستابيليتي فعلا لا أول حاجة روتّاشن والترق الانترق طيب الروتاشن علشان يحددوه اخذو 2 lines LINE A و LINE B LINE A بيكونكت الانتيرور مارجن بتاعت الانسزيورة والمست انتيرور part of the fibula LINE B بيكونكت ال المستانتيرور مارجن والمست انتيرور part of the fibula وعملوا ratio بتاعتهم لقوا انها normally تكون 0.5 البرامتر الجديد هو angle 1 بيكون الانجل ما بين line بيكون anterior margin وال posterior margin والline التاني اللي هو بيكون في الاحسس بتاع الفيبولا لقوا انها normally تكون 8.7 بحالة الاختلاف بزيادة وموصنده معناه ان فيه rotation للفيبولا in relation to the anterior البرامتر الثالث هو lateral displacement ودوت عملوه عن طريق ما هم ASO line C line C بيكونكت بين the middle of the anterior anterior and the middle of the anterior border of fibula ولقوا انها normally 2.8 اكتر من كده معنا ان فيه lateral displacement للفيبولا in relation to anterior anterior وده معناه طبعا ان فيه syndesmotic disruption البرامتر الاخير هو anterior posterior displacement عملوه بانه هم ASO line D و line E بالراحة كده هم اخدوا نفس line ما بين anterior margin وال posterior margin وبهم عند الميدل بتاع اللين دوت واخدوا عليه line perpendicular اللي في النص وبعد كده اخدوا line D بيكونكت ال perpendicular line مع most anterior point of the fibula line E بيكونكت ال perpendicular line مع the most posterior part of the fibula واخدوا ريش بين عن D على E لأوها normally 1.5 برامتر الاخير عشان يشوف فيه anterior posterior translation كالنفس line برضو اللي هو بين بيكونكت متوين ال anterior margin وال posterior margin وبدل ما ياخدوا perpendicular line في الميد point لأخدوا عند ال anterior margin تاني نفس الخط هنا perpendicular عليه وقاسوا المسافة F اللي هي ما بين ال perpendicular line ده وال most anterior point of the fibula وكان النورمال بتاعها 2.3 اتمنى ان هتكون القياسات يعني اكون قدرت اوبحها ليكون طيب التريتمنت بتاعنا الانديكيشنز بتاعته كلها ان يكون البرزنتيشن بعد 3 شغور من الانجلي سواء كان مليون التريتمنت أول المسافة وان يكون فيه ملترسام في السريس وان يكون فيه المسافة الخطرة المسافة من المسافة الحاومات التخطر الأسخاص هو فيه نقطتين مهمين ما نركز عليهم ان انا لما يجي اعالج مراتيه الكرونيكي سنتبدأ يجب ان اعمل البرزنتيشن من الانديكيشن عشان اقدر اعمل ردوكشن للتيلس under the mortis لما عملتش دوت غالبا مش هقدر انا اعمل ردوكشن للتيلس وبعد ما اعمل ردوكشن للتيلس لازم اعملتين ردوكشن ده بيدوكشن كلام بكويس وده غالبا اللي احنا بنعمله في الاكيوت ستيج او في حالات البانالي رابوس او ترينالي رابوس اللي يكون معه سنتزمواتي الدسترابشن وبعد كده هنثبت زي ما احنا هنحب بطول سنتزمواتي كورتكال سكروس من خلال اربعة كورتيس او بالفايبر ويربطن وتبر المتاح او اللي السيرجون بيفده الهوم مسجي بتايتنا البروكروسيبتف ترينيج ومسل سترينيج مينفعش من عالي كرونيك انكل انستابيليتي من غير ما اعمل البروكروسيبتف ترينيج ومسل سترينيج البروشترمو جولدو بروسيديو البروكروسيبتف ترينيج ومسل سترينيج المدال انكل انستابيليتي المدال انكل انستابيليتي هي ممكن تكون underestimated لكن هي موجودة محتاج نحن ندور عليها شوي المطميكروسيبتف ترينيج ومسل سترينيج ومسل سترينيج شكرا جزيلا اخونا الحبيب دكتور احمد بي رامي على الوجودك معنا النهاردة احنا سعيدنا بوجودك يا دكتور رامي والله باش انا سعيد والله بيقولي مع حضرتك الله يخذيك حبيب محمد ستازنا الدكتور هاني بي ودكتور محمد بي براهيم يعني لو نبدأ الدكتور مع الدكتور احمد دكتور هاني باشا السبير كتينيج و بس انا عندي سؤال يا دكتور احمد وهو بس لازم نعمل استرس شوية دكتور احمد على كونزيروتف تريتمنت في حالات السبريين اللاترال لجمال امتى نعمل في كونزيروتف اول وقت في الكرست هل هو نبتدي على طول اللي هو الريابليتيشن بروجرامز ولا نسيب البيشن جاستس وبعدين نبتدي معاه البروجرامز بتاعنا حالات الأكيوت لو في حالة أكيوت هو لو فعلت الأكيوت بيه يعني كل ما كان بذي كل ما كان أحسن بس ده بيه توقف طبعا على قدرة البيشن هو المهم ان احنا يعني ما نحطش العيان في سبلينت او في قصة فترة طويلة ابدأ انت بقدم العيان ان هو يقدر يتحمل البيل هو بس بتهالي كان هو بس انا عاوز اوضح نقطة بس اول حاجة ان هو بالنسبة في حالات الأكيوت كان فيه اللي هو التراضيشن القوي نحنا بنعمل اللي هو البلوني كاست او اللي هو البلاستر كاست يعني البلوني كاست فهو هنا فيه دايما بنقول في الحالات الاسبريين في الاكيوت اسبريين عشان توريتش ان احنا نعمل اللي هو ريهابلاتيشن بروغرامز ان احنا طبعا بيبقى فيه سوالينج بيبقى فيه ديمة بيبقى فيه ايكموزيز فهوش سبيتر ان احنا بنعمل اللي هو اللي هو الاليفيت الليمب بنحط الكلد فومنتيشن بنعمل الكلام ده دي نقطة مهمة الحاجة التانية بلاش نعمل بلاستر كاست احنا باتسبيتر ان احنا اللي هي الانكل جيل بريس او مثلا ويتش انك انت تؤلاو البلانتر فلكشن والدرس فلكشن وبعدين بعد كده وبريفنت الانفرشن والايفرشن بتاعة الانكل ويتش ايس انها برضو امبورتن الحاجة اللي هي المهمة ان كل الزوملة ان في الفرست سري في فايف دايز في الباشن بتاع السبيرين انك يمكن ان تخطو الانكل ده فعلا الانشرت في فعلا كويس ولا لا لو الباشن بعد ما عمل جالوس برين حصل ابتدى يحصل فيه ان هو بعد الاليفيشن جزت انه ابتدى يعمل بارشال ويت بيرينج او كومبليت ويت بيرينج من المشكلة. الجدد من التعرض. يجب أن تسأل الطريق على التعرض لتعرض الحجم على ثلاث سنة ويجب أن يقوم بعمل التعرض ما أعتقد أنه يهم المشكلة ونعطي الطريق إلى الطريق ولكن يجب أن يجب أن يجب أن يضع الاستيفنس او او بتقابل انا ما عرفش ايه رأيك في البروجرامز ده او اللي هو المفترض ان هو الشباب بتوعنا يعرفوه انت رأيك ايه في المناطق دي يعني هتبصلنا وفي الهنعمل مانيجي نعمل الريابلاتيون بروجرامز هل ده هتهلپ في حاجة فيها؟ طبعا انا بيه طبعا لان ده اللي حرج البروجم الحرج بتكونوا ده غالبا اللي مش هياكلي حتى لو هو عنده مش مبارد سبريل يكون عنده تير فعلا في اللجنة العام مش يخش فانكشنال ده اللي هيخليه ريستور بسرعة ويرستور الباور بتاعة الانكل بسرعة وغالبا ده مش هيخش فانكشنال طب بص في دكتور عدنان بيسألك بس سؤال كم مدة فيزيو سيرابي ومتى تسمى الاصابة بكرونيك مدة الفيزيو سيرابي بتاع بصت اوبراتف سيرجري وقيمت نقول ان احنا وصلنا المباشر ده بقى كرونيك انستابيليتي مش هيخش انستابيليتي مدة الفيزيو سيرابي بصت اوبراتف ممكن مش يعني مش اقل من سكس ويكس تمام العيان امتى نقول عليه كرونيك انستابيليتي يعني مفيش مفيش وقت محدد مايو عليه قادر قول عليه كرونيك انستابيليتي لكن بعد الاكيوك سيديج المفروض لو العيان ابتدى الريابيليتيشن بتاعه المفروض ان هو مش هيخش في كرونيك انستابيليتي باية لكن لو هو بدأ فيه وعد مثلا ست اسابيع او شهرين بعد ثلاث اسابيع بعد ثلاث شهور قاسر اذا العيان فضل اقدر قول عليه بقى دخل في كرونيك انستابيليتي طب حتى افتر ثري ويكس من الانجري واحنا دقينا عندنا اللي هو المكانيكال زي ما احنا اتفعنا ان هو المكانيكال اللي هي المكانيكال سنتوم اللي هي موجودة معانا الإنترى الـ withdrawal أو distressed test موجودة معانا دا متعتبروش برضو كرونيك انستابيليتي ولا ولا انترى اكي يعني اللي اعصد عليه دا بيت نعتبرو كرونيك انستابيليتي بس بس جاست افتر ثري منتس يعني البايشنس اللي عندو مسلا انجلس في اللاترال اللي عندو في اللاترال لجمس وعندو جيفينج ويكده من الانجري. ده ما نعتبرهش ونستنى لتلاب توشهر لغاية ما نوصل لتلاب توشهر ونبتد نعمله الـ Operative بتاعه. لا انا مش هستنى عليه طبعا انا ماعمل Operative فترة دي مش هقدر ان انا نستنى لكله قدام عندي evidence واضح زي ما حاولك بتقول anterior drawer أو stress views واضح يلا انستابلتي يبقى خلاص ده وفلد 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 دكتور عدنان زعلان من موضوع الانكل ويسأل في السيك ليف الانكل كم يوم يصار بيجيله كتير ويقولوله ما يجيله سبريم فالدكتور عدنان يعني فعلا فرصة انه بقى يستغلك في النقطات ده دكتور أحمد نستغذنك يدي له كم يوم بعد انكل سبريم سيك ليف بتاعه كان والله يعني هو الانكل سبريم العادي هو اسبوع مصرح لكن يعني انا انا اعمل انا اعمل اعتبار للبين فريشول انه برضو فيها دكتور عدنان يعني خليك كريم ودينه مش مشكلة اسبوعين من عندك يا دكتور عدنان مش مشكلة هو برضو على رأي بس حاجة دكتور عدنان برضو يعني خليك برضو معه برضو بص على حكاية انه هو يعني خليه جيلك في اليوم الخامس من بداية الانجري وبعدين بعد كده انت تأسس لو هو بيعمل فعلا ويد بيرنج ويعني الدنيا قليلة معاه مفيش بين جامد الدنيا اه كويسة اوكي اديلو عرائي دكتور عدنان اسبوعه لو عاوز تتبقى كريم معاه اديلو اسبوعين برضو كويس بس أبم حاجة لتبسه الانكل بريس لمدة الثلاث أسابيع الاولانين برضو دكتور عدنان انا شايف سؤالة استاذنا دكتور هاني بيه بعدين ساعدتك للدكتور احمد رامي من الدكتور محمد أشرف خليل انسنتزماتيك انستابيليتي هاو دي سكروز ويل كوركت دي انستابيليتي هاو دي لاجامينس هيل ويل يريموف دي سكروز وين اوكي هو هو دي سكروز مش هات مالهاش علاقة بالهيلينج على الدنيا بتتمنتين الريدوكشن هزي ما اقولنا احنا مهم جدا ان انا هامل الريدوكشن للتيلس لو انا ما قدرتش اعمل دوت فانا ما عملتش ريدوكشن السنتزماتي لكن هاو تو مانتين دا ريدوكشن في الاول انت رابرة تبقى مانتين دوت بس مش هينفع ان انا اخرج العين بالريدوكشن كلام هشيل ريدوكشن كلام واسطعيد بي بالسكروز اوكي دي بتكون مهم متانات مانتين ريدوكشن لكنا امالهاش علاقة بالهيلينج السؤال الثاني معلش بينا اسف الجوز الثاني من السؤال كان ايه الجوز الثاني حضرتك انتبه انتبه اختلفه و انتبه انتبه الانتبه طيب هو الانتبه انتبه الانتبه طبعا بس ممكن يحتاج ان يتعمل ايضا او 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 ارثوستكوبك دبرايض من السنتزماتي لكن ايه انتبه الانتبه هتريموف انتبه يعني دي بقى فيه الديبت كبير جدا يعني الديبت الذي لان ينتهي رايي انا شخصي انا بحبش اشيلهم بصراحة حتى في الاختوط أو في الأكيوت انجز أنا مش بحب أن أدخل عيان عملية تانية لمجرد أن أرضيه الحقيقة لكن لو بتسأل إيه الصح ممكن تسيبه وممكن تشتيله There is no evidence أن أنا لازم أشيل أو لازم أسيبه مش هيكسرها دكتور أحمد؟ هيكسرها بيه طبعا أكيد هيكسر هو أنا أكتذنك بعد هو بص يا محمد هو سينو هو كلام الدكتور أحمد بتكلم على لأنك انت ضروري أنك انت بتعمل بتشيل كل في نفسه وبتحط وديه الديبيت هنا شي لهم منشلهمش وفيه ناس كلها معظمة ومفيش مشكلة لكن في حالات الأكيوت انت جست أنك انت بتعمل وبتحط السكروس دي هو تقلّو بقى فيه هما بقولك ممكن تشيله بعد سكس ويكس لأن عشان تقلّو اللي هو الموفمت بتاعت الجوينت نفسه هنا لأنه حصل لكن اللي احنا بنتكلم اللي اتكلم عليه دكتور أحمد ولا أنا مش فاهم كده ولا كلامي غلط دكتور أحمد اللي اتكلم في كورونيك انستابللي في كورونيك انستابللي ان احنا أنا شكراً لو فيه جايلي بعد مدة وكورونيك انستابللي انا بنحط السكروس دي ونشوفه هنا بقى في الأكيوت في أكيوت انجري مع مثلاً لو فيه وحاسس ومفروض ان احنا بنفكر هو في أكيوت انجري وبعدين بعد كده بيهيل بعد سيكس ويكس لكن هنا دبنس لو البيشنس برضو ابتدى يعمل وحاسس ان هو الدنيا معاه مش مظبوطة شوية في حالات معينة ممكن انك انت تعمله رموه فيه مناس بتقول مالووش لازمة أنا شخصاً حالات السيكس ويكس يعني بعد سيكس ويكس من الحالات بشيل ده ما بعملش أنا بعمل بس الأول بشيل وبحيس ان يبتد العين تموه وبيقلوه ان هو دور في الأكيوت لكن في الكورونيك لا طبعاً لان الريدي احنا فتحنا وحطينا ونظفنا عملنا كل الحاجات دي فبالتالي انا معرفش بقى راكد وكرا حمد في النقطة دي نعملها ولا ولا انت بتعمل ايه في حالات الأكيوت والله يا بيه في الأكيوت زي ما هردك قلت لو العيان ما عندوش مشكلة واضحة الحقيقة أنا يعني ما بحبش ما بحبش ان انا هشيله لكن لو في واضح في الموغمنت خصوصاً خلاص اوكي هشيله وبقول العيان من الاول الحقيقة يعني بقوله او بين على الاترال اسبكت ولا نعم يا فندم او في بين على الاترال اسبكت او الانترال الاترال اسبكت أو دي انكل في الحالة دي طبعاً هشيلها وبقول العيان من الاول بقوله ان انت عندك مصمار في كذا كذا ممكن ممكن نحتاج من البداية يكون عارف ده يعني طبعاً في ناس يبطي محض لما المصمار يتكسر ودي مصيبة والعملية بوزط بس 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 انا كان ليا كومنت وكان ليا سؤال هو بالنسبة لكومنت بس احنا عايزين نوضح للناس ان هو بالنسبة للريهابيليتيشن بروتوكول في حالات الأكيوت لاترال انكل انستابيليتي هو انت لازم تانسيست للفيزيو سيرابيست ان هو هيعمل بروبيو سيبشن اكسرسايز ويعمل برنيا الماصل استرانسند اكسرسايز مش اي فيزيو سيرابي هيعمله عشان هو مايروحش يقول لك يعني انت قلت لما يحدش يعمل قصف والناس يروح تعمل الفيزيو سيرابي والناس مش بتتحسن لا هو في حاجات معينة بتتعامل ان هو لازم يحسن ولازم يعمل للبرنيا الماصل مش ان هو يروح يعمل فيزيو سيرابي ويقلل الفانكشن الاستابيل كده دي نقطة مهمة انت بتكتب للفيزيو سيرابي بتاعك ان هو زي ما الدكتور احمد الهن محاضرة ودكتور محمود عمل الكومنت المهم بتاعه ان هو ان احنا المفروض ان احنا نعمل سترين للبروني البروني وانا نعمل سترين للبروني وانا بالنسبة لالحالات اللي فيها سواء اكيوت انكل انستابليتي أنا بتكلم على سواء اكيوت او كرانيك انت لما تجي تشتغل اوبراتف انت الرول بتاع الامر اي بري اوبراتف انت بتعمل امر اي ليه بري اوبراتف يعني انت الوقت يجيلك عيان عنده انكل الاستابلت يعني هتعمل له امر اي ولازم تلاقي فاينسك بالامر اي عشان تشتغل ولا بتعتمد على الكلينيكال فاينسك بس والله يبص هو الامر اي الرول بتاعها هو confirmation وexclusion of other causes لكن مش لازم اليه في راديولوجيكال افدنس في الامر اي على التير بتاع اللاترال لجابنس كفاية اوي ان يكون في عندي انتيرو دروار تست بوستف وفارس تست بوستف ويكون عندي السترس فيو سبوستف ده ده فاينوف ان احنا ناتاك اللاترال لجابنس مثل الفكرة هل هي اللاترال لجابنس وبس ولا لا ناس كتير من اللي عندهم اللاترال لجابنس ممكن تلاقي عنده أسترون ريليجن ممكن تلاقي عنده برونيال تير ودي مهمة يعني I have to attack لان انا لو دخلت عملت الريبير للاترال انكل بس وللاترال لجابنس والعين عنده برونيال مصل او برونيال تندن ديس او تير ده هي اسرار بالسلم على الاوتكام لو العين عنده برضه هي اسرار بالسلم ايضا حتى لو لأي سبب انا مش هقدر ام اطاك كل دوة في واسترس بس بقى عارف والعيان فاهم ان احنا عندنا اضر ايشوز لازم ان احنا نعالجها ايبين او على توستيجز تماما احنا بس يعني احنا تفضل افانو لا تفضل انا محمود هو احنا تماما هو بالنسبة يعني هو العيان اللي عنده كرونيك انكل الاستابلت ده يعني الانسدنس بتاع انه يحصل له او سي دي ده هاي لذلك احنا بنعمل اي مرة عشان ناكسي كلود انه يكون في او سي دي مع حالات الكرونيك انكل اسايا الحاجة التانية لو العيان ما عندوش او سي دي وما عندوش اي اخر باثولوجز موجودة احنا مش لازم نلاقي تير في الاتفل عشان ندخل نعمل احنا بنعتمد ان العيان كلينيكا يجابش دي من بين او جيفينجوي وده بقى كرونيك ولقينا الكلينيكا التاسس بوزيتف مش لازم نلاقي تير في الامر اي عشان اشتغل وده نقطة احنا عايزين بس نوضعها نعم شكرا بالزبطة دكتور محمود اعتقد احنا كده يعني احنا نشكر اخينا بي بالغالي سيد دكتور احمد بيرامي على الفيرين عينشتوك وعلى وجوده معانا النهاردة واسترجعنا الزكريات الجميلة دكتور احمد بوجود حضرتك والله يا باش رمال باريكو حضرتك انا سعيدة بوجودي مع حضرتك ودكتور هاني طبعا وستاذ محمد ابراهيم ودكتور محمود حقيقا انا بشكركم جدا على الدعوة الكريمة ديت احنا اتشرفنا بوجودك النهاردة الله يخليك دكتور احمد شكرا